اتفاق مالي قد يكون تم التوصل إليه بين المدير العام السابق لصندوق النقد الدولي دومينيك ستروسكان وعاملة إحدى فنادق نيويورك نافيسات ديالو التي تتهمه بالاعتداء الجنسي وإذا وقع الاتفاق فأنه سيضع حدا للقضية التي استمرت سنة ونصف السنة في الولايات المتحدة ونقلت صحيفة أمريكية عن مصدر مطلع على الملف بأن الطرفين توصل في هدوء إلى اتفاق مالي وأن جلسة في محكمة برونكس قد تعقد الأسبوع المقبل ولم تتوفر معلومات بشأن المبلغ الذي تم التفاوض عليه في إطار الاتفاق